قال الفضيل بن عياض لرجل كم أتت عليك من سنة قال ستون سنة قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ أي يوشك أن تغادر وتموت فقال الرجل إنا لله وإنا إليه رجعون فقال له الفضيل بن عياض أتعرف تفسيرها تقول إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل مبينا لهذه الكلمة إن أنا لله عبد وإليه راجع أنا لله عبد وإليه راجع ثم قال رحمه الله فمن علم أنه لله عبد من علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل وقد هاله الجواب فما الحيلة وقد بلقت من العمر هذا المبلغ قال فضيل يسيرة الحيلة يسيرة قال ما هي قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فإنك إن أزأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي والأعمال بالخواتيم حكي عن الحسن البصري أنه قال أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا وإلا فاعدد للنار جي البابا